مشفى بيليم في إقليم هاتاي هذه المشفى مثلها مثل العديد من المشافي التركية المعنية باستقبال اللاجئين السوريين وأيضا الجرحى القادمون من داخل الأراضي السورية طبيعة هذه المشافي تعتبر مشافي خاصة وتقوم باستقبال هؤلاء بشكل مجاني بمساعي من هذه المشافي وأيضا بدعم الحكومة التركية نبدأ من هنا فيحدد مرضه وأنا أوجهه بدوري إلى مكتب القبول مكتب قبول المرضى نجري القيد من هويته السورية وبالتالي نلتقل إلى المعاينات أو غرفة العيادات غرف العيادات ونبدأ من مرضه فيطلب منه تصوير التحاليل تصوير أو تحاليل وننتقل إلى قسم التصوير والتحاليل إعطاء الدم وننتظر نتائج التحاليل ونتائج التصوير وبالتالي نرجع إلى مكان أو عيادة الطبيب المختص طبعا لهذا المرض الذي نتكلم عنه وبالتالي فإذا كان مرضه مرضا بسيطا يعطى العلاج اللازم عبر رشيتات مكتوبة أدوية تركية وبالتالي فإن كان مرضه مرضا سقيلا يتطلب العملية الجراحية يحدد الطبيب العمليات ونبدأ بتحضيره وتجهيز إضبارته للمنامي في الطوابق نعطيه غرفة خاصة به شخصيا كل غرفة بنام فيه مريض واحد فقط سوري ومرافق أيضا فيعطى الطعام يعطون الأسنين الأطعمة وما شابه وتجرى العملية في غرف العمليات وبالتالي نتابع المريض حتى شفائه بالأدوية وما شابه ونراعيه بقيمة العملية طبعا بشكل تقريبا نصفي وين ضربت الطيارة وكيف؟ ضربت كفار حلب نعم نصاب حدا غيرك؟ في اثنين أنتو مدنيين معي؟ مدنيين قديش عمرك؟ سبتاش 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 سنين معك حدا هون ولا جيت لحالك؟ نعم معي شب معك شب يعني معك مرافق يعني أنت بشكل عام حسيت أنه هون في عناية من الأتراك عم يعطنوا فيك بديروا بالهم عليك؟ ايه تحكي لنا شوي هون عن وضع المشفى بشكل عام؟ انت مرتاح؟ ايه مرتاح الحمد لله رب العالمين كله كويس الحمد لله في مترجمين بتحسين تفهم عليهم؟ ايه في ايه شو قالوا لك آخر تشخيص لوضعك؟ أنه يعني عموري صارت تمام الحمد لله والالتهاب نزل الحمد لله رب العالمين شكراً كتير شكراً وعليكم السلام ورحمة تحكينا عن وضع المشفى هون بعتبار أنه انتو داخل تركيا؟ والله يعني المشفى هو من ساعة ما دخلنا يعني دخلونا عينين يعني ما قصروا من ناحية العلاج من ناحية النظافة من ناحية الرعاية يعني اللي كان كأنا مرافق أو للمريض فما قصروا نهائياً معنا طبعاً كله مجاناً ما أخذوا مننا شيء ولا خلونا نتكلف شيء فيه أحياناً أنه مصراً كلهم هون بيحكوا في التركيا ففيه حاطين مترجم فوراً بيستدعوا المترجم في أي شيء بداك ياه مباشرة أنه بيدخل مترجم به وعناية جداً ممتازة من ناحية العمليات يعني مبس نحن فيه كتير هون سوريين في المشفى كمان عبي قدموا لهم كافة الرعاية وفيه للناس اللي قاعدة هون ساكني في تركيا كمان عبي عملوا لهم أنه يجوا بيتعاينوا معاينات غير المصابين كمان كله مجاناً أحساب المشفى شكراً شكراً لإلك أهلي يا خيار تحكي لنا شو وضع هذا البلد؟ والله كان مرضايا كذا مرة شكتوا على المشفى لهون صدروا وصار معاقلتها بريئة الحمد لله المشفى كتير كويسي عم نجيبوا على دكتور فيه دكتور أطفال هوني كل مرة والله جيبوا بتحسن الحمد لله بس هالمرة طيب المشفى دخلكم مجاناً هدا مشفى خاص ما بياخد منكم مصاري؟ لا ما بياخد منه ما بياخد؟ لا فيه مترجم كمان هوني كتير كويس يعني بيساعدنا كمان باللغة طيب شو السبب انه مشفى خاص ما بياخد منكم مصاري؟ او انتي شو عرفك انه هدا ما بياخد مصاري وهو خاص؟ والله ما بعرف انا جيت عليه كان فيه مترجم قال انه يعني ما بياخده مصاري وهي فوتنا على الدكتور وبيعالجنا من اي مت الولد هون؟ هلق مبارح جيت انا وقبل كمان جيت مرتين ثلاثة كمان بنيمو هون وكل شي طبيعي؟ بنيمو كل شي شكراً كتير اهلا وسهلا السلام عليكم من فترة نص شهر في ابني الكبير صارت عنده يعني حالة الالتواء بايده اخدته على المشفى فيه مشفى مجاني اخدته عليه اه تعزبت كتير دور ما حسنت ااخد اه يعني رحت من الصبح للساعة واحدة وما حسنت ااخد لفيت ظهري ورجعت رحت على طبيب خاص وعالج لي ومشي الحال اه من فترة نهاري نهار السبت بالضبط اه ابني فقت الصبح ابني فيه سخوني وفيه حالة اخياء وفيه شو اسمي اي قلت بدي ااخده على مشفى خاص يعني انه ارتاح اكتر انا يعني رحت عالمشفى الخاص مشفى هو مشفى بيلين اللي نحن موجودين هالقفين اه استقبلوني استقبال ممتاز ويعني اخدت الدور ووقت اللي اخدت الدور يعني خلال خمس دقائق كان اجاي دوري وعاينوا الطبيب وعطا العلاج يعني اللازم يعني وهناك يحطوه السيرون وعطوه العلاج اللازم اليه عرفتو شلون؟ يعني لقيت انا خدمي بالنسبة للمشفى موودة الحمد لله يعني انبسطنا كتير منهن وعلى فكرة انا وقت اللي دخلت على المشفى داخل ادفع مصاري يعني لانه انا عانيت من المرة الماضية بعد ما انه يعني بعد نهارين اكتشفت انه كل شيء هاللي ساوينا واللي دخلنا دخلنا على المشفى طليع مجاني والحمد لله امور كويسي يعني ان كان نظافي ان كان غذاء ان كان مراجعة للمريض يعني بشكل بشكل ساعي يعني على طول اي شيء اي شيء بيلزمك تحسن يعني تستدعي الممرضين تستدعي الدكتور ما في اي مشكله والحمد لله ام نشكرون اكتير للمشفى بيلين والحمد لله السلام عليكم 5 sene 5 sene önce bu süryeli kardeşlerimiz türkiye'ye gelmeye başladılar bunları zaten sokaklarda gördük önce bu insanları dışarıda gördük sonra biz dernev kurduk yani şahsım olarak hayat derneğini kurduk öyle çalışmaya öyle başladık daha sonra hastalanları kendi böyle gönüldaşı olan doktorlarımız da var mesela şeref vardı gibi önce suriyeliler evlerinde ziyaret ettik daha sonra hastaneye aldık böyle oldu yani neşni بدأنا منذ خمس سنوات بدأنا بجمعية حيات في مدينة قرقخان مع الدكتور شرف اختصاص داخلية في هذا المجال والان نتابع أيضا معالجتهم في مشفى بيلم أيضا يعني yaralılar geldi yaralılar geldi mesela yoğun bakımda mesela bizim hayat derneğinde yoğun bakım yok onu buraya getirdik yaralılar kolu bacağı kopmuş beyninden mermi almış ucundaki yaralılar gelen insanlar yani savaşın sonuçları işte yani نتيجة المعارك الدائرة هناك فأتتنا حالات صعبة جدا احيانا في الرؤوس رصاصات و يعني جرحا خطيرا احوالهم فأتينا بهم إلى هذا المشفى وتم عملياتهم ومعالجتهم في مشفانا yani nasıl yani tabi tabi hiçbir sıkıntı yok tedavi olana kadar burada kalıyor refakatçılar da burada kalabilir yani normalde bir tane refakatç olması lazım bizde iki tane olabiliyor bunların yemeklerine çok dikkat ediyoruz yani bunlar dil bilmedikleri için daha çok dikkat ediyoruz bunların mazlum müstasap olduğu için daha çok dikkat ediyoruz biz bunları kardeşimiz olarak görüyoruz yani herhangi biri olarak görmüyoruz bunlar yardıma muhtaç biz kardeşlik günüdür biz o günün olduğuna inanıyoruz bunların kendimizden hiç farkımız yok yani 24 saat biz bunların yanındayız duyarlı davranıyoruz yani 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 hükümetin yardım olmasa biz bakamazız zaten yani bu çok yoğun bir masraf gerektiriyor biz bunları özel ihtimam gösteriyoruz tabi devletin yardımı var yani devlet yardım yapıyor yani 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 tababit suriyin في هذا المشفى. نحن نبدأ بعملية العمليات التي نجريها في مشفى بيليم هون كرئيس أطباء يجب أن نذكر أن نحن نداوي المرضى السوريين ونجري العمليات لهم بشكل مجاني تقريبا ونشكر الدولة على اهتمامه بالمواطني السوريين ومساعدته لنا والمرضى السوريين ونحن نشاء الله نحن نتابع العمل بهذا الاتجاه باعتناء للسوريين والمرضى السوريين نحن 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 نشائف هناك سوريالي لدينا عمر محيين ونحن لدينا عمر محيين لدينا ونحن لدينا عملية ونحن لدينا عمر محيين لدينا هو أنتب Citizensك h Hong Kong ونحن لدينا عمل أي شكرا نحن نشكر الدولة التركية على اهتمامه بالجرح السوريين والمرض السوريين نشكرها الشكر الجزيل لانها تدفع لنا القيمة المطلوبة المشفى وطبعا نشكر كافة المسؤولين الاتراك اللي عم يعتنوا ايضا في المرضى السوريين ونحن لا نراعي لا مذهب ولا دين ولا عرق نحن تركمان كرد عرب لا نميز بين احدا منهم ونعتني بكافة الاديان والملالة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة